بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرت سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعه شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحديث إن شاء الله بصنعها عن التوجيلر تود تود جميلة جدا في فونديشن من اسمها كده تعمل توجي لك توجي لك تجمعها بيخليك تعمل سويتش تبدل ما بين حاجة كانت موجودة على وضعها علشان تبقى في وضع تاني يعني انت بتحاول تبدل ما بين حاجة كانت مثلا موجودة في مكان او واختة style او كذا علشان تبقى حاجة تانية تعمل سويتش بالبدل ما بين الاثنين يعني تديلك زي sense of interactivity لحظة التفاعلية كده ودي هتقول جميلة جدا جميعا هنبتدي النهارطة في البيسيكس في اول نقطة توجي لنج اس اس كلاس يعني بمعنى اضاق هتحاول تستايل اس 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 كلاس كان موجودة في وضعية معينة وتخليه بكي في وضعية تانية تمام جيد اوكي ايه اللي احنا محتاجينه طيب عندي حاشتين نركز بالله الحاجة الاولى العنصر اللي راح يتغير من حالة لحالة تانية العنصر نفسه الهدف اللي هو راح يتغير من شكل لشكل تاني تأتي يا جماعة بياخد حاشتين اثنين بياخد اول نقطة id مميز ال id في ايدته اني احاول اربطه بالعنصر راح يستدعي التغييته اللي انا هتكلم عليه كمان شوية ولنفرض انا هخلي الكلمة هخلي id test بقى الغرض معنا id الربط ما بين ال class وما بين ال tool اللي فيه او المنتين هيحاول يغيره تمام النقطة التانية راح يحتاج خاصية اسمها data-toglar اخيرها data-toglar data-toglar تجمعها بياخد قيمة الخاصية attribute data-toglar بياخد قيمة الحاجة اللي احنا عاوزين نغيرها فيها يعني مثلا انا كنت موجود في ال class menu تمام انا عايز اغيره من menu عادي عشان يبقى expanded عشان احولوا لل class expanded كلنا عارفين ال expanded في المنو راح يعمل ايه راح يعمل expanded لانا كتبت ال class بالهايفل بتاعته اسف كتبت ال class بالنقطة بتاعته تمامين شو معه اوكي عشان انا بس ادعلك class ويتسلف تعريفيني يعني تمام زي كاني هاس طاعته يعني اوكي يبقى ادي اول مطة تجمع الحاجة الاولى العنصر راح يتغير من حالة الحاج اللي عايز اغيره المينو عايز اغيرها من حالة العادية لها العناصر تكون موجودة جانب بعض للحالة العناصر تكون بعيدة عن بعض متفقين جميل جدا طيب الوضع بيفرض عليك ايه الحاجة التانية اللي هو العنصر راح تديله الحدث بتاع التغيير يعني ايه اللي هو مثلا زرار هادغط عليه اللي هو العنصر الوسيط اللي فيه هيديني الاختلاف لان العنصر بايتسلف مشان ينفع يتغيره تماما غير لو انا كنت مستيل بشغط حاجات تانية بشغط سكريبت لكن انا عايز اخلي اليوزر لما يضغط على زرار معين المينو تتغيره تمام كده تبا بالزبط لانا احاول اعماله اللقطة انا مستيل بكلص ايان يكون مش شرط بطن كلمة اي حاجة يا جماع تماما العنصر ده راح يأخد الخاصية Data Toggle تمام Data Toggle من غير R يجمع يبقى Data Toggle R اليفن تبيق تسيلف نفس و راح يتغير من حاجة لحاجة وهتتساوي بقيمة الكلص انا في المثال بتاعتي الوقت بمثل بـ بستايل سي اس اس بغيره من منيو عادية علشان تبقى اكسبان دد منيو تماما ممتاز خلاص النطة الثانية فين العنصر اللي راح يوجد على ال event ده انا عملته button وفي ال data toggle exactly بكتب نص الربط للعنصر انا عايز غيره ودي فايدة وجوده id فعشان كده في ال data toggle بكتب امت ال id يبقى العنصر نفسه في الحالة اللي راح يتغير لها ال id بستخدمه عشان اربط ما بين العنصر وما بين ال element راح يضغط عنه ال element راح يستجبل event بتاع ال user فاهمني يعني هو that مثلا البطل فان انا روحت وعملت جماعة refresh هلاقي ان ادي المينيو بتاعي لو انا ضغط على click هلاقي ان العناصر تبقى expanded تماما لو انا ضغط على المرة تانية هلاقيها ترجع لمنطوية التوجل الهو جميلة جدا وحاول تستخدمها باشكال مختلفة هتعمل لك event's jimmy اوهتعمل لك interactivity جميلة خلص في الصفحة بتاعك بالنسبة ال basic session بتاع حلقة اليوم نتجابل ان شاء الله بزنها في ال session جاي سبحانك اللهم ربنا ابي حمدك لا اله الا انت هنستغفر وكو نعطوب وعليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته